مشاهدين الكرام للتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي فالح الخطاب دكتور فالح وكذلك الأستاذ ضياء الغزي أهلا بكم من جديد ضيفي الكريمين في البداية في مشهد ليس الأول نبدأ معك دكتور فالح أنه ليس الأخير كذلك قتل بدم بارد الأديب والروائي على المجدوب في كربلاء كيف ترى تزايد ظاهرة قتل الناشطين وأصحاب الرأي في العراق بسم الله الرحمن الرحيم ظاهرة الاختيالات في العراق ليست جديدة كما نعلم بدأت منذ الاحتلال عام 2003 وشملت تحديدا البنية التحتية الإنسانية في العراق البنية التحتية العلمية التي تكونت من أطباء وعلماء وقادة في مجالات العلم وخاصة المجالات النووية والكيميائية وغيرها كلنا يعلم ذلك كما استهدفت طيلة سنوات دوائر مخابرات إسرائيلية وإيرانية وأمريكية وغيرها استهدفت العديد من العلماء والذين ذهبوا نتيجة كما نعلم لأنها كانت جزء من تصفية البنية التحتية العلمية للعراق والعراقيين ما نشهد اليوم من اختيالات حقيقة هو مختلف وإن كان في ذات الإطار ما نشهد اليوم هو عبارة عن عملية اختيالات نوعية لمجموعة محددة من الأشخاص تحديدا ناشطين في مجال الحقوق المدنية والسياسية وهؤلاء كما نعلم خرجوا متظاهرين أو ناقدين لنظام العملية السياسية الذي أتى به الاحتلال هؤلاء اليوم يخرجون وهم قاصدين متعمدين أن يكونوا ضد هذا النظام بعد أن انتهى بهم الأمر إلى اليأس الكامل من نظام أثبت بشعته ناتي إلى هذه النقطة دكتور فالح إذا سمحت لي يعني كيف تقرأ المشهد في العراق الآن بعد الاحتلال ما الذي تحقق من هذه الوعود الأمريكية بالحرية والديمقراطية والحياء الكريمة هذا اللي أنا أقصده ليس هناك أي شيء تحقق بل الحقيقة ما تحقق هو تدمير شامل ممنهج للعراق وللعراقيين يعني الاحتلال ما أبقى على شيء للعراقيين تدمير شامل وكامل ومن هنا هذه الاختيالات الأخيرة تشير إلى خوف وإلى قلق وإلى رعب نظام العملية السياسية مما يجري هو الآن بات يشعر أنه أصبح في خطر وهذا الخطر يأتي من الشعب كل الشعب العراقي الآن يقف كلية ضد هذا المشروع ضد مشروع العملية السياسية لأنه أدرك أنه هذا المشروع جاء انتقاما من العراقيين وبالتالي طبيعة الاختيالات التي تقوم الآن تقوم على قاعدة الخوف والقلق والتصفية بقصد الاستباق أي شيء طيب سأعود لك بعد قليل أنتقل للأستاذ ضياء الغزي أستاذ ضياء يرى مراقبون أن استهداف الناشطين والكفاءات ممنهج من أطراف داخلية وخارجية كذلك ما مدى صحة ذلك؟ صراحة استهداف الناشطين ليس من جديد استهداف الناشطين بدأ من 2011 أول انطلاق المظاهرات من ساحة التحرير وإلى باقي المحافظات هناك حملة عشواء على كل من يتكفل مشروع وطني في العراق من الناشطين والأحرار والكتاب والروائيين وكل الكفاءات التي نعتبرها خزين الوطن العراقي فيحاولون أن يصفون هذا الخزين من العراق لكي يبقى العراق ما قبل الجاهلية يتحكمون بالنهب البلد وثروات البلد مثل ما يحلو لهم لأن هؤلاء الناشطين والكفاءات هؤلاء حجر عثرة أمام برنامجهم الذي دمر البلد والذي صار على السخاطئة التي جلبها المحتل والولايات المتحدة الأمريكية بالأخص من بعد 2003 بالحديث عن الاحتلال هناك من يقول إن ظاهرة قتل أصحاب الرأي والخبرات بدأ منذ الاحتلال تحدثت حضرتك عن موضوع أن قتل الكفاءات يؤدي إلى انتشار الجهل والتخلف وبالتالي هذا ينمي المشروع الذي تريده إيران أو ربما الولايات المتحدة لكن دعنا نتحدث قليلا بلغة هذه الميليشيات ولغة الشارع من ماذا يخافون؟ يعني العالم معهم هناك تأييد دولي لهذه الميليشيات لهذه السلطة لماذا يقومون باستهداف المثقفين أو حتى أصحاب الرأي المخالف؟ هؤلاء الأبطال أنا أسميهم والشجعان والأحرار في العراق اليوم يتصدون إلى طاغوت بما يدعونه الديمقراطية والحرية وحرية التعبير والمادة 37 و38 التي وضعوها في الدستور وهذه حبر على ورق نحن الآن في العراق من خلال تواصلنا مع أخوتنا الناشطين يعانون الإرهاب الإرهاب بحد ذاته يعني ما يطلع بالعامل ما يطلع متظاهر أو ناشط مدني ويرجع لبيته ومؤمن على حياته وعلى بالطريق نعم ولا سيما السيارات المظللة وأنا أحد ضحاياها التي تجوب بالشوارع ولديها الضوء الأخضر من الحكومة نعم لأن من يردعهم؟ هم جزء من الحكومة العصابات هذه تابعة للأحزاب الأحزاب الفارسدة بالتحديد هم جزء من الدولة هذا سيقودنا إلى سؤال لك دكتور فالح يعني الجهات الرقابية والسلطتين التنفيذية والقضائية هل هي عاجزة أمام هذه الانتهاكات؟ أم أنها مشاركة فيما يحدث؟ يعني لنضع الأمر في حقيقته نحن قلنا أنه بعد الاحتلال مباشرة شملت عملية اختيالات واسعة لما نسميه البنية التحتية الإنسانية العلمية البشرية للعراق بعد هذه المرحلة جاءت ما يسمى مادة أربع أرهاب ولنكن واضحين ليس من الطائفية أن نقول أن هذه المادة أربع أرهاب كانت مخصصة مكرسة للسنة في العراق كان هناك عمليات جماعية من الاعتقالات وهذه العمليات معروفة السجون الآن مليئة بمئات الألوف مئات مئات الألوف موجودين الآن في السجون الآن ما يجري الآن هذه الفترة بعد أن النقمة الشعبية بدأت في كل مكان في جنوب العراق، في وسط العراق، في غرب العراق، في كل مكان الآن نقمة شديدة على نظام العملية السياسية الفاسد والمكرس فسادة لتدمير العراقيين الآن الخوف، النظام هذا يخاف جداً ولنكن واضحين جداً ليس من الطائفية القول أن الاختيالات الأخيرة شملت شيعة وهؤلاء هم الأخطر في عرف النظام، نظام العملية السياسية لأنه كان يتكأ على الطائفية كان يتكأ على هذا العكاز الأعرج يتكأ عليه ليوهم الآخرين بأنهم جاءوا من أجل طائفة معينة اليوم اكتشف الجميع أن الموجودين في الحكم فاسدين عملاء خوانة لا ينتمون للعراق وبالتالي الطوط الذي يأتي من مفكر شيعي من ناشط شيعي سيكون أشد خطراً عليهم هذا ليس من الطائفية لأنه نحن نتحدث بلغة اللغة التي أدخلها الاحتلال على العراق وبالتالي تأكس هذه العمليات رعب حقيقي لنظام العملية السياسية الذي يتوسل الآن بكل القوى من أجل الحفاظ على نفسه بعد أن لفظه كل الشعب العراقي وبات الآن فقط قائم بسلاح الميليشيات وربما سلاح القواعد الأمريكية التي تحميه دكتور فالح قيس الخزعلي تحدث وهو زعيم ميليشيا العصائب تحدث سابقاً عن موضوع خطف المعارضين وتفاخر بهذه النقطة وطرحت قبل قليل للأستاذ ضياء موضوع خوف هذه الطبقة السياسية أو الميليشيات من هذه الآراء المعارضة حضرتك تقول أنهم يخافون خاصة عندما تخرج من البيئة التي يقولون نحن منها لكن مجتمع دولي واقف معهم الولايات المتحدة تساند العملية السياسية الآن في العراق وإيران داعمة وبشدة لأن العراق هو منفذ لكثير من الدول كيف يمكن أن يخافوا من أصوات من مدنيين من ناشطين يخرجون في مظاهرات هنا وهناك لنكن واضحين عام 2003 عندما جاءوا قالوا أنه الشعب العراقي مقسم إلى ثلاث أقسام الأكراد في شمال العراق والشيعة في الجنوب والوسط اللي هو والغرب كذا المنطقة الغربية هكذا صنفوهم لا بأس بذلك ولكن عندما قامت المقاومة نعرف أين قامت المقاومة ومن قام بها لنكن واضحين الصراحة اليوم تنفعنا في سبيل أن نضع النقاط على الحروف اليوم ماذا نرى؟ نرى أنه حتى في المنطقة الشمالية البسطاء الناس يشكوا من الفساد الفساد الكبير هناك حيتان كبيرة هناك مشاكل الهجرة لا زالت قائمة حتى من ما يسمى منطقة كردستان في شمال العراق أما في الجنوب في حدث ولا حرج لذلك عام 2003 مضى نحن الآن نتحدث عن 2019 الشعب العراقي كله معبأ ولن تنفع هذا النظام النظام العملية السياسية لن تنفعه ميليشيات ولا تنفعه كل جيوش العالم لأنه الشعب عندما يكون موحد في كراهيته في يعني في مكبوت كالبركان سوف لن نحن نعلم جيداً إذا وقعت الواقعة سوف نرى هذه الميليشيات أول من يهرب وإيران طبعاً إيران موجودة في العراق وبقوة وتغلغلت بقوة ولكن ليس لها وجود في قلب أي عراقي لا في الجنوب ولا في الشمال ولا في الوسط ولا في أي مكان لذلك خائفون جداً والنظام هذا النظام هش وهو كل ما يزداد تسلحاً يزداد ضعفاً في عين الناس طيب سأعود إليك بعد قليل دكتور فارح نتقل للأستاذ ضياء مرة ثانية أستاذ ضياء في دولة يقتل فيها الناس على خلفية آرائهم هل تعتقد أن تؤسس فيها حياة سياسية سوية تقبل المخالف في الرأي وتعمل معه كما تصرح الحكومة؟ أستاذي العزيز اليوم توجد هناك حكمة من بنية على باطل فهو باطل هؤلاء ما أجوا للحكوم مثل ما نقول بثورة أو بجهودهم وإنما أجوا للحكوم بسلاسة وكراسة جاهزة هذا من جانب من جانب آخر هذه الميليشيات لها والأحزاب لها أكس باير بإذن الله ما يصح إلا الصحيح هناك لدينا شعب واعي ناشطين كفاءات التي هي بقلمها تسقط هؤلاء وأن قتلوا الشهيد الدكتور علاء مذبوب قتلوا روحاً لكن لن يقتلوا فكراً الفكر موجود والدليل أنه دكتور علاء مذبوب عفواً مذبوب ترك مؤلفات يشهد لها التاريخ وجائزاً أن تدرس بالجامعات هذه الأفكار لكن ليس في هذا الحكم في ظل هذا الحكم لن تدرس في هذا الحكم هذه من وجهة نظرك أما بالنسبة لا أقصد لن تدرس في هذا الزمن هم اختلوه لأنه معارض بالضبط صحيح نعم 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 أكيد لكن صولة الأحرار لن يقف أمامها هؤلاء مهما يكون اليوم قتلوا الدكتور علاء مذبوب بالعكس زادت شعبية وعزم وإسرار وإرادة لعند البقية الناشطين والساكنين بالضبط اليوم اللي ما عندني يتحرك من أي كفاءة أو أي روح وطنية فمن سمع بخبر الدكتور علاء مجلوب فصارت نيتة أنه ينهب هذا يقودون إلى سؤال لك دكتور دكتور فالح الخطاب يعني كيف يمكن أن تترجم أو يترجم هذا الاحتقان الذي تحدثت عنه قبل قليل إن كنا نتابع المحافظات الجنوبية وحضرتك تتحدث بصراحة دعنا أيضا نتحدث بصراحة ليست على استمرارية هذه المظاهرات تهب وتخفت قليلا كيف يمكن أن تأخذ العزمة المستمر من أجل الاستمرارية طبعا كما حدث على سبيل المثال في المحافظات الغربية يعني صحيح يعني هناك بطش هناك قمع هذه نظام لا أسميه دولة نظام ميليشيات نظام قائم على الحديد والقمع والقوة وعلى كما حضرتك تفضلت أيضا مجموعة دولية معينة تؤيد وتساند ومجموعة إقليمية ربما تسكت وتجامل الولايات المتحدة أو تخاف منها ولكن تأكد وثق أنه هذه الانتفاضات التي وقعت وخفتت إنما هي يعني خفوت مؤقت المهم أن الناس فقدت الإيمان هذا مهم جدا في التغيير الاجتماعي التحولات الكبرى في التاريخ وقعت عندما بدأت الجموع تفقد إيمانها يعني الشعب العراقي فقد إيمانه بكل ما هو موجود الآن الآن الناس لو تمكنوا لرأيت منه العجب العجاب ونحن نعلم طبيعة الشعب العراقي وطبيعة صبر وطبيعة انفجاراته كذلك لذلك نحن لا نعول كثير على أنه هذه الانتفاضة وقفت أو توقفت هناك الانتفاضة التي وقعت في المنطقة الغربية قمعت بقوة ولكن لم تنتهي والانتفاضة في الجنوب قمعت ولكن لم تنتهي ستكون هناك مفاجآت ولن يطول الزمن كثيرا ما مضى فات وهو الكثير وبقي أقل القليل كان معنا عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي دكتور فالح الخطاب وكذلك الناشط السياسي الأستاذ ضياء الغزي شكرا جزيلا لكما شكرا جزيلا لكما جزيلا لكما شكرا جزيلا لك漏بر كتنا في صفح المصدلب سهاي لكما еле